على الكلام اللي كان بيحصل حتى وقت مباراة السوبر حجز التذاكر ازاي جمهور النادي اللي حجز التذاكر اي واحد راحل الامارات لأول مرة ازاي يقدر يرشده ويقوله ازاي تحجز التسكارة ازاي هتكون موجود ازاي كلنا هتكون موجودين بيوت الاهلوية نكفي الامارات مفتوحة لكل الجماهير في اي وقت وكان المهندس عماد واحد من الاهلوية اللي كان دايما حريص على انه يعمل ده مع اي واحد اهلاوي حتى لو لسه عارفه من ساعة مش هقول من فترة لا من ساعة ومن امبارا واحد بيحب الاهل بجد واحد بيبعشع حاجز ما النادي الاهلي واحد جزء ليتجزأ من جمهور النادي الاهلي كلنا بالتأكيد بنقول لي عن الكل اسرته البقال الله وان شاء الله بإذن الله فيه جنة الخلد ان شاء الله ويسكنه فسيح جناته في اول ليالي من وجوده فيه طبعا فيه القبر بعد دفنه بالامس وكانت مظاهرة حاشدة من كل محبيه واسرته وعائلته كانوا موجودين هنا في القاهرة في واجب التعزية بعد طبعا نقل الجثمان من الاسكندرية الى القاهرة بعد الحادث الاليم اللي بالتأكيد ألمنا كلنا صباح يوم الجمعة وفجر يوم الجمعة دي كانت جزئية في البداية لازم اقولها على شخصية عظيمة من جماهير النادي الاهلي عرفناها خلال الفترات السابقة طيب مباراة الاهلي والنجم السحلي وندخل في تفاصيل المباراة يمكن ريني فيلر اعلن القائمة والقائمة فيها 21 لعب في حراسة المرمى شريف اكرامي محمد الشناوي علي لطفي خط الدفاع احمد فتحي محمد هاني محمود متولي رامي ربيعة ياسر ابراهيم علي معلول ايمن اشرف خط الوسط عمر السلية اليو ديانج محمد مجدي افشا وليد سليمان محمود قهربة حسين الشحات احمد الشيخ جيرالدو خط الهجوم جونيور اجايي ماروان محسن اليو باجي وبالتالي يغيب عن هذه المباراة ثلاثة لاعبين محمود وحيد حسام عشور رمضان صبحي لعدم الجهزية في المباراة القادمة وكنا طبعا عارفين ان في خمس لاعبين خارج القائمة في التوقيت الحالي سعد سمير وحمد فتحي ووليد ازارو وصالح جمعة وصلاح محسن خمسة خلاص بنسبة نهائية خارج القائمة خلال الفترة القادمة فبالتالي تبقت من القائمة 24 لاعب استعاني ريني فيلر ب21 لاعب فقط ليغيب لأسباب إصابات وأسباب فنية حسام عشور ومحمود وحيد ورمضان صبحي طبعا القائمة أضيف إليها اليوباجي المهاجم السنغالي لقائمة فريق النادي الآلي خلال الساعات القليلة الماضية بعد قيده محليا في اليومين الماضيين استعدادا لمباراة النجم السحلي ان شاء الله تكون بداية قوية وبداية مبشرة للمهاجم السنغالي اليوباجي مع النادي الآلي خلال الفترة القادمة طبعا الجهاز الفني كان عمل برنامج بدني واستعداد خاص لللاعب السنغالي خلال الفترة الأخيرة يمكن وجود اليوباجي في ماراني النادي الأهلي وفي النادي الأهلي منذ حوالي أسبوع أو حوالي 8 أيام ففي خلال 8 أيام الجهاز الفني عمل برنامج بدني لمدة معينة عشان اللاعب بدنيا يكون جاهز للمرحلة اللي جاية من يوم الأربع الماضي بدأ مرحلة التدريبات الجماعية ومن الأربع ليوم الحد نتكلم في حوالي 5 أيام هنا بقت تتوقف المشاركة أو الجاهزية على رؤية ريني فيلر هو الوحيد القادر على تحديد التوقيت المناسب والظروف الملأمة وجاهزية اللاعب للدخول في قائمة النادي الأهلي وفي هذه الجزئية تحديدا ما عندناش أي ألأ لأن دايماً شايفين ريني فيلر عنده فلسفة معينة في مسألة اللاعب الأجنبي أو اللاعب الجديد اللي بنضم للصفوف الفريق بيختار توقيت مناسب وبيبقى سريع وبيساعدوا على المشاركة في توقيت الأمثل مع النادي الأهلي مباراة النجم السحلي طبعاً مباراة ما فيهاش حسابات يعني تكسب وتحقق السلس نقاط حتى لو بهدف مقابل لشيء أو هدفين على الأقل ففي النهاية إن شاء الله بإذن الله هيكون اليو باجي إضافة قوية ويكون دعم قوي لخط هجوم النادي الأهلي مع مروان محسن وجونيور أجيئ بعد إعارة وليد أزارو خلال الساعات القليلة الماضية إلى الاتفاق السعودي كمان كل الثقف اللاعبين إن شاء الله في هذه المباراة والكل هيكون موجود في مباراة استاد السلام غداً كل هيكون موجود يساند ويشجع ويكون تشجيح حماسي دور جماهير النادي الأهلي طبعاً مش محتاجين نقولهم رسائل إيه اللي المفروض الجمهور يعملوا في مباراة بكرة جمهور عارف كويس قوي في اللحظات اللي زي دي أنت دايماً بتكون اللاعب رقم واحد مش اللاعب رقم اتناشر فوجودك ومسندتك وتشجيعك للفريق في مباراة الغد هيكون حاجة إيجابية وإضافة قوية جداً لفريق النادي الأهلي نسر النادي الأهلي وشعار النادي الأهلي ده كلنا بنشتغل من خلاله ومن أجله فبالتالي مباراة الغد اللاعب هتلعب وحتقد مباراة إن شاء الله قوية وكلهم عارفين أهمية المرحلة اللي احنا فيها وحساسية الموقف اللي احنا فيه لكن في نفس الوقت الجمهور برضو عليه دور مهم جداً أن يساند ويشجع ودايماً جمهور النادي الأهلي في لحظات حسيمة لما بيساند ويشجع بصوت عالي جداً بيبقى تأثير إيجابي وحصلت في مباراة فاصلة وحسيمة في نهايات إفريقية عشان جداً الاتحاد الإفريقي لما فكر يمنح جيزة لأفضل جمهور في القرى الإفريقية كان جمهور النادي الأهلي عام ٢٠٨٠ لسه بنراهن على ده لسه بنراهن على شخصية الأهلي لسه بنراهن على إمكانيات لعب النادي الأهلي أن يثبتوا أنهم قدرين على أنهم يرتدوا تشيرت النادي الأهلي لسه بنراهن على جمهور النادي الأهلي أنه هو يكون قادر على أن يساند الفريق في التوقيت الحساس ده ودايماً إن شعار بتاعنا وإحنا بنشجع على الحلوة والمرة معاه في اللحظات دي إن شاء الله النادي الأهلي هيكون قادر على الفوز على النجم السحلي بثلاث نقاط خطوة قبل مباراة الهلال السوداني إن شاء الله والتأهل للمرحلة التالية كنا نتمنى وجود رمضان صبحي في قائمة فريق النادي الأهلي 21 لاعب راجل اختارهم ريني فيلر عندهم مهمة مهمة معروف أهدفها هتلعب 90 دقيقة عشان تكسب عشان تثبت أن أنت فعلاً بطل أفريقيا عشان تثبت فعلاً أنت المرشح الأول للقرى الإفريقية عشان تعمل ده لازم تكون أول المجموعة لازم تكسب لازم تكون عندك ثقة في نفسك والثقة هنا كمان مهمة كل الكلام اللي بيتقال ممكن البعض يقوله ضغوط لا مش في ضغوط النادي الأهلي عمر ما بيكون تحت ضغوط القرى عارف دايماً الهدف اللي هو بيلعب ليه عارف أنه عايز يلعب على بطولة أفريقيا فالضغوط دي ممكن تتألف أماكن تانية لا لعيد النادي الأهلي ما عندهاش حاجة اسمها ضغوط عندها هدف واحد بس أنها تسعد الجماهير بالبطولة الأفريقية البداية الفوز من ببارات النجمة بقرى إن شاء الله وبإذن الله تعمل اللي عليك وتأدي بشكل